اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم على الكرونز ديزيز بيقولوا عليه كرونز او كرون مرض كرون وده ابن عام الالتسرتف كوليتس او التهاب القولون التقرحي الاتنين دول مع بعض بنقول عليهم انفلاماتوري باول ديزيز وطبعا ده موضوع مهم جدا لكل اللي دخلين امتحانات وكنا عملنا حلقة عن التهاب القولون التقرحي هسيب لك الرابط بتاعها في الوصفة اسفل الفيديو فيلا بينا نتكلم شوية على الكرونز ديزيز وما تنساش اعملي لايك للفيديو الكرونز ده مرض بيسبب التهابات في الجهاز الهضمي وممكن يصيب اي جزء في الجهاز الهضمي بداية من الفم لحد فتحة الشرج يعني ممكن ييجي في المريء ممكن ييجي في المعدة في الامعاء الدقيقة في الامعاء الغليزة اي مكان في الجهاز الهضمي تقريبا على عكس التهاب القولون التقرحي اللي كان خاص بالقولون فقط كمان الالتهاب هنا في الكرونز ممكن يكون فيه اجزاء سليمة واجزاء تانية مصابة من الجهاز الهضمي واجزاء اخرى سليمة بنقول عليها سكيب ليجانس بعكس التهاب القولون التقرحي اللي الاصابة فيه بتكون متصلة ببعضها كمان في الكرونز ممكن يتكون حاجة اسمها جرانيلوما جرانيلوما يعني الجسم بيحاول يحتوي الجزء الملتهب ده ويحوطه بمجموعة خلايا زي الماكروفاجيس وغيرها فبيتكون حاجة اسمها جرانيلوما اما الالتهاب في الكرونز بيصيب كل طبقات الجهاز الهضمي تقريبا كل الطبقات بنقول عليها ترانسميورال اما التهاب القولون التقرحي فكان الالتهاب بيصيب الطبقتين السطحيتين فقط اللي هي الميكوزة والسب ميكوزة اما عندنا هنا في الكرونز بيصيب كل الطبقات وعشان كده ممكن يحصل صجب في الامعاء نتيجة الكرونز ده او يحصل حاجة اسمها فيستولا فيستولا يعني قناة او ممر غير طبيعي بين جزئين المفروض يكون مش موجود يعني مثلا في حاجة اسمها انترو انترال فيستولا معناها ان الامعاء الدقيقة بتبقى لفة حوالين نفسها فممكن يحصل قناة او اتصال بين جزء من الامعاء الدقيقة والجزء التاني والاتصال ده المفروض يكون مش موجود القناة دي المفروض تكون مش موجودة ممكن يحصل يعني يحصل قناة ما بين الأمعاء وما بين المسانة البولية وبكده الشخص يبدأ يشتكي من عدوى متكررة في الجهاز البولي أو المسالك البولية لأن في محتويات من الجهاز الهضمي بتيجي للمسانة عن طريق القناة الغير طبيعية دي الفستولة دي أو النثور ده كمان ممكن يحصل يعني يحصل قناة أو ممر برضو غير طبيعي بين الأمعاء والمهبل عند السيدات فيحصل إفرازات برائحة كريهة عند السيدات ممكن تكون أشبه برائحة البراز كمان ممكن يحصل يعني يحصل الممر غير الطبيعي ده بين الأمعاء وبين الجلد فيحصل برضو إفرازات بريحة وحشة من الجلد وممكن تيجي في المنطقة اللي حاولين فتحة الشرج وتعمل بريئين الفستولة اللي هو النثور اللي حاول فتحة الشرج أو القناة الغير طبيعية دي وعشان كده بيميز الكورونز شوية ان بيحصل فيه مشاكل حول فتحة الشرج مشاكل زي الفستورة النصور اللي قلنا عليه ممكن أبسز خراج ممكن فشر اللي هو الشرخ الشرجي او الشروخ في الجلد ممكن يحصل ستريكتشر او ديء في فتحة الشرج والبريئينالدزيز او العلامات دي او المشاكل دي ممكن تيجي للعيان قبل ما يحصل اي مشكلة في الجهاز الهضمي بسنوات طويلة كمان كمان في حاجة بتحصل في الكورونز اسمها مايكرو بيرفريشن مايكرو بيرفريشن يعني السقوب صغيرة بسيطة مش فستيولة بقى قناة كبيرة تتطلع محتويات كبيرة لا مايكرو حاجة بسيطة خالص بس برضو تعمل مشاكل ممكن تعمل ابسس خراج سواء انترا ابدومينال داخل البطن او البلفز الحوض او ريترو بريتنيال في الغشاء البريتوني المحيط بالامعاء او بريئينال المنطقة اللي حاول فتحة الشرج زي ما قلنا الكورونز زي الالسرتفكولايتس او التهاب القولون التقرحي بيبقى لي اكسترا انستاينال منفستيشن او اعراض او مشاكل خارج الجهاز الهضمي يعني مثلا ممكن الجلد يبقى فيه اريثمان ودوزم بيضير مجان جرونوزم زي هناك برضو المفاصل ممكن يحصل فيها الام والتهابات في المفاصل الهيان يحصل فيها ابسكيلارايتس ويوفيايتس وحمرار وحاجات زي كده الفم ممكن يحصل فيه افثوس والسرز قرح في الفم بالنسبة للكبد والقنوات المرارية فممكن يحصل حصوات في المرارة بسبب الكورونز ممكن يحصل التهابات في القنوات المرارية ممكن يحصل كرونيك اكتف هباتايتس اللي هو التهاب في الكبد بشكل مزمن ونشط ووظائف الكبد ترتفع ممكن يحصل ثاتي ليفر او الكبد الدهني ممكن يحصل برايماري سكيرولوزين كلونجايتس اللي هو زي ما قلنا التهابات في القنوات المرارية وممكن تبقى حاجة خطر وتسبب فشل في وظائف الكبد ممكن كمان يحصل هباتيك ابسيز او خراج في الكبد وممكن يحصل التهاب في البنكرياس اما بالنسبة للجهاز البولي فممكن يحصل كيدني ستونز اللي هي حصوات في الكلى او حصوات في الحالب نيفروليثياسيز ممكن يحصل ارتجاع بول او ارتجاع ماء على الكليتين ممكن يحصل عدوة متكررة زي ما قلنا بسبب الفستولة الغير طبيعية وممكن يحصل جولومرونوثريتس بالنسبة للعضم فممكن يحصل استيوبروسيز واستيوبانيا وهشاشة عظام والمشاكل بتاعة العظام دي بالنسبة للدم ممكن يحصل انيميا اي نوع من انواع الانيميا تقريبا ايرن ديفشينسي انيميا نقص الحديد او نقص فيتامين بي 12 او نقص حمض الفوليك او انيميا اوف كورونيك ديزيز بتاعة الامراض المزمنة او حتى اوتو اوميون هيموليتيك انيميا انيميا تكسيرية نتيجة خلل في الجهاز المناعي وممكن يحصل ثرومبوسايتوزيز اللي هي زيادة الصفائح الدموية اما الرئة فممكن يحصل فيها لان زي ما قلنا الكورونز بيكون جرانيلوما ممكن يعمل كده في الرئة ممكن يحصل فيبروزينج الفوليتس وممكن يحصل بالمونري فازكولايتس اما القلب فممكن يحصل فيه بيريكارديتس مايوكارديتس وممكن يحصل برضو فازكولايتس او التهاب في الاوعية الدموية المغزية للقلب كمان الكورونز ممكن يحصل فيه حاجة كده اسمها هيبركواجلابولستيت يعني العيان يبقى عنده قابلية اكتر شوية من غيره للجلطات والسبب في الموضوع ده ممكن يعمى بسبب زيادة الصفاحة الدموية اللي قلنا عليها يعمى زيادة الفيبرونجين يعمى زيادة فاكتور فايف وفاكتور ايت من عوامل التجلط يعمى نقص انتي ثرومبين ثري وبكده العيان يكون عرضة شوية للجلطات اللي بتيجي في السقين وممكن يحصل له بالمونري امبليزم او انصمام رئوي او جلطات في الشرايين الرئوية او يبقى عنده مشاكل عصبية بسبب الجلطات الصغيرة في الاوعية الدموية اللي بتغزي الاعصاب يبقى عنده مشاكل عصبية للسبب ده لو جينا نتكلم عن الاسباب فهقول لك كالعادة الاسباب مش واضحة بشكل دقيق ليه الشخص يجيله كرونز لكن نظريات وآراء بتقول ان في عوامل جينية عوامل بيئية حاجات في الاكل للشخص اللي بيأكلها بيقولوا ممكن يكون زيادة الفاتي فود الطعام الدهني يكون ليه دور شوية بعض انواع العدوى ممكن يكون لها دور وبيقولوا هنا بقى ان التدخين من احد العوامل اللي بتزود حدوث الكرونز على عكس الالسرتفكوليتس او التهاب القولون التقرحي ان التدخين هناك يعتبر حماية لكن هنا في الكرونز التدخين من احد الاسباب تقريبا وطبعا دي كلها اراء مش دقيقة قوي ومفيش حاجة معينة نقول ان هي دي السبب الوحيد او الواضح يعني وبالنسبة للأعراض اللي العيان بيشتكي منها عيان عنده كرونز هيشتكي من ايه ممكن يكون عنده انروكزيا مش قادر ياكل عنده فقدان للشهية بيشبع بسرعة عنده غثيان عنده قيل ممكن يكون عنده اسهال ممكن يكون عنده قلم في البطن ممكن يكون في اسهال دموي ولو ان الاسهال الدموي مش كتير مش زي التهاب القولون التقرحي يعني نقدر نقول ان الاسهال الدموي اكتر في التهاب القولون التقرحي نادر او قليل في الكرونز كمان العيان ممكن يبقى عنده سوق هضم ويبدأ يحصل عليه أعراض ومشاكل الأنميا ومشاكل نقص بعض الفيتامينات الأخرى كمان العيان ممكن يشتكي من هشاشة في العظام ومشاكل في العظام كمان يميز الكورونز شوية أنه ممكن يكون معاه أعراض نفسية زي الاكتئاب والقلق وممكن كمان ييجي بوقف في النمو أو تأخر نمو الأطفال وممكن تبقى حاجة مبكرة قوي وتكون قبل حدوث المرض بسنوات طويلة يبقى الطفل مش بينمو بشكل كويس أو نموه في مشكلة كبيرة بسبب الكورونز اللي لسه أصلا ما ظهرش ولسه ما أثرش على الجهاز الهضمي ممكن العيان يبقى عنده ضعف عام وممكن يبقى معاه ارتفاع في درجة الحرارة وبالنسبة للمضاعفات فتقريبا أنت استنتجتها من الكلام اللي قلنا ده كله مثلا الفيستيولة الممر الغير طبيعي بين عضوين دي أحد المضاعفات الأبسس أو الخراج اللي منكم يحصل ممكن يحصل برفريشن أو صجب في الأمعاء ممكن يحصل بليدين بشكل عنيف ولو أن ده مش كتير ممكن يحصل بريتونايتس أو التهاب في الغشاء البريتوني ممكن يحصل ناروينج لليومن بتاع الانتستن يعني الأمعاء من الداخل تبقى ديئة وممكن يحصل فيها وبستركشن وتبقى مقفولة خالص يبقى ينتستينا الأبستركشن ممكن يزود فرص حدوث كولوريكتال كانسر اللي هو سرطان القولون عشان كده ينصح أن الناس اللي عندها كرونز تعمل منزار كولوني كل من سنة لتلات سنين زي الدكتور ما يشوف طبعا بالإضافة لباقي المضاعفات اللي شرحناها في البداية لما تيجي تفحص مريض الكرونز فأنت ممكن تلاقي الأبدومنال تندرنس الألم في البطن لما تيجي تضغط عليها كمان تشوف هل في عنده أي أبدومنال ماس أنت قادر تحسها ولا لا يعني أي كتلة في البطن لما تيجي تضغط عليها بتشوف الفيتال ساينز بتاعة العيان ممكن يكون عنده تاكي كارديا سرعة ضربات القلب لو مع أنيميا مثلا ممكن تلاقي ارتفاع درجة الحرارة كمان تشوف النيوترشنال ستيت بتاع العيان تشوف حالته الغذائية والنمو جسمه عامل إيه ممكن يكون عنده مال أبزوربشن أو سوء هضم أو سوء تغذية بسبب الكرونز كمان لازم تفحص البرينيام أو منطقة العيان المنطقة اللي بين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية تدور فيها على أي سكين تاجز أي زوائد جلدية أي خراج فيستيلا أو نصور أو الممر اللي قلنا عليه الغير طبيعي ده قناة أو قرح تكون موجودة أو سكارز اللي هي ندبات سواء كان العيان عمل عمليات قبل كده عشان مشكلة في الحتة دي أو كان فيه مثلا خراج أو حاجة وخفت لوحدها وسابت مكانها سكار كمان العيان لما تعمله PR examination أو فحص شرجي بتشوف التون بتاعة الانالسفنكتر فتحة الشرج بتشوفها قوية كويسة ولا لا أو فيها ديء أو حاجة ولا لا وتشوف الميوكوزة بتاعة الريكتم أو المستقيم وتشوف هل موجود أي دم ولا لا نتكلم شوية بقى عن الفحوصات عشان تشخص العيان اللي عنده كرونز فده هيعتمد على الكلينيكل الفحص والأعراض اللي انت شفتها على العيان بالإضافة للإيمدجينج التصوير اللي هنتكلم عنه والمعامل أو التحاليل الطبية فأول حاجة هنتكلم عنها هي الاندسكوبي أو المنزار انت هتحدد العيان هيعمل منزار علوي ولا سفلي ولا إيه بالزبط على حسب الأعراض اللي العيان بيشتكي منها والمكان اللي انت شاكك فيه لأن احنا قلنا الكرونز ممكن يصيب أي جزء في الجهاز الهضمي فانت هتعمل منزار فين بالزبط يعني مثلا تعمل للعيان كولونسكوبي أنبيوبسي يعني منزار على القولون وأخذ عينة وتحليلها لو العيان بيشتكي من أعراض ناحية القولون أعراض سفلية يعني العيان عنده إسهال مثلا عنده إسهال فيه دم عنده ألم في بطنه من ناحية تحت أعراض تقول أن المشكلة في القولون لكن ممكن تعمل أبر جي آي اندسكوبي يعني منزار علوي لو العيان عنده أعراض علوية العيان عنده فقدان للشهية باستمرار عنده قيء وغسايان باستمرار وهكذا فتعمله أبر جي آي اندسكوبي كمان لو طفل يفضل أن احنا نعمله أبر كمان كمان لو اللور ما جابش أي نتيجة فممكن نعمل أبر جي آي اندسكوبي كمان في حاجة اسمها سمول باول اندسكوبي يعني منزار على الأمعاء الدقيقة أحيانا نحتاج نعملها في بعض الحالات بالنسبة للباريوم ستاديز فخلاص يعني الاعتماد عليها ما بقاش زي زمان نظرا لوجود حاجات أحسن كتير زي الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي CT والMRI فمثلا CT أو الأشعة المقطعية لما نعملها على الجهاز الهضمي هتديك معلومات قيمة جدا عن الجهاز الهضمي وكمان عن الأعضاء الأخرى اللي موجودة في البطن لو حصل فيها مشكلة زي المرارة والكبد والكلة وغيرها ونستخدم سبغة عن طريق الفم في التصوير بتساعدنا كتير برضو وبالنسبة للرنين المغناطيسي فده بيديك معلومات أكتر وأكتر وبيقيم لك المرض فين وأحيانا يكون مشخص للمرض ويعرفك نشاط المرض وامتداده وكمان طبعا بيقيم لك باقي الأجهزة زي ما قلنا برضو الكلا والكبد وغيره وكمان بيبين لو في مضاعفات زي الخراج زي البرفريشن زي الفستولة وهكذا فده حاجة قيمة جدا وفي حاجة اسمها كابسول اندسكوبي اللي هي كابسولة بيبقى جواها كاميرا العيان بيبلعها فتبدأ تصور الجهاز الهضمي من أول الفم لحد فتحة الشرج ممكن تستخدم في بعض الحالات تدينا معلومات كويسة كمان الألترا ساوند أو الأشعة التلفزيونية ساعات بتدينا معلومات كويسة وبتقيم لنا باقي أجهزة الجسم زي ما قلنا وحاجة رخيصة وموجودة في كل مكان أحيانا بنستخدمها بتساعدنا كمان في حاجة اسمها نعمل للعيان سنار عن طريق من ظرف فتحة الشرج وده بيقيم لنا بشكل كويس قوي البري اينال ديزيز اللي هي مشاكل اللي موجودة حول فتحة الشرج الـ ERCB والMRCB ممكن استخدمهم في بعض الحالات عشان أشوف القنوات المرارية أخبارها إيه والمرارة والبانكرياس والحاجات دي نيوكليار ستاديز أو المسح الزري بنستخدمه في بعض الحالات لو العيان مش قادر يعمل من ظهر لأي سبب حالته لا تسمح ساعة المسح الزري يكون مفيد أما بالنسبة للتحاليل الطبية فالعيان هتعملوا صورة دم كاملة طبعا عشان تشوف الأنيميا اللي قلنا عليها مختلف أنواعها وتشوف كرات الدم البيضة أخبارها إيه والصفايح فيها زيادة ولا لأ هتعملوا ESR وCRP ودول بيتبينوا شوية نشاط المرض كل ما كانوا عليين وطبعا هتعملوا إلكترولايتس صوديوم وبوتاسيوم وكالسوم الحاجات دي كمان هتعملوا IRON PROFILE تشوف مستويات الحديد في جسمه عامل إيه كمان مستوى فيتامين بي 12 كمان مستوى حمض الفوليك أو الفوليت هتعمل للعيان ALT وAST وظائف كبد والكالين فوسفاتيز عشان لو فيه برايمر سكرولوزين كلونجايتس هتعمل للعيان ده STOOL STUDIES اللي هي تحليل براز ودراسات على البراز عشان تشوف هل فيه دم أولا أو أوكالت بلد تشوف فيه كرات دم بيضة عالية تشوف فيه الميكروبات اللي ممكن تعمل أمراض ممكن تشوف فيه كمان أوفا والبرازايتس البويضات والحاجات دي وتشوف فيه كمان فيه تحليل اسمه وده تحليل مهم جدا جدا وبيديك صورة كويسة وبنستخدمه أكتر في متابعة العلاج زي ما قلنا برضو في التهاب القولون التقرحي مش بيستخدم في التشخيص بشكل قاطع لأنه ممكن يعلى فيه أشياء أخرى زي مثلا عدوى الجهاز الهضمي وزي مثلا سرطان القولون لكنه مفيد في متابعة المريض كمان السيرولوجي تعمل العيان أنكا وأسكا الأسكا بيكون عالي في الكرونزي ديزيز أما الأنكا فبيكون غالبا عالي في أو التهاب القولون التقرحي المريض اللي عنده كرونزي هنعالجه زي العلاج هيتوقف على مكان المرض ونشاطه وأعراضه وشدته والهدف بتاعنا أو التارجت إن إحنا نعمل كالينيكا الريميشن زي ما قلنا نوقف الأعراض ونوقف الإلتهابات وبعد كده بنمشي يعني علاج بأدوية أقل للفترات أطول عشان نتحكم في المرض على المدى الطويل كمان من أهدافنا إن لو طفل ينمو بشكل كويس بشكل طبيعي ولو شخص بالغ يمارس حياته بشكل طبيعي والعلاج هنا فيه نقطتين فيه حاجة اسمها step up وفيه top down approach يعني ببساطة العيان لو حالته بسيطة بنمشي step up approach يعني بنبدأ بأدوية أقل أدوية أضعف ونبدأ نزود على حسب لو ما فيش استجابة أما لو كانت الحالة متوسطة أو شديدة من الأساس بنبدأ بأدوية قوية اسمها top down approach نبدأ بالقوي الأول وبعدين نقلل فمثلا إيه العيان لو كانت حالته بسيطة ممكن نبدأ معاه ب5 amino salicylic acid حاجة زي السلفة السلازين أو المي سلازين مع المضادات الحيوية مع nutritional therapy والنيوتريشنال ثيرابي أو العلاج الغذائي ده هنتكلم عنه بعد شوية ولو إن السلفة السلازين والمي سلازين مش أقوياء هنا بشكل كفاية في الكرونز على عكس التهاب القولون التكروحي هم أساسيين هناك في العلاج في التهاب القولون التكروحي أما هنا مش أقوية بشكل كفاية لكن إحنا قلنا بنبدأ بحاجة أضعف وبعد كده بنزود على حسب الاستجابة فإحنا بنبدأ بيهم ونشوف لو ربنا سهل وبقى تمام كويس لو ما استجابش العيان فبنعلى خطوة بند للعيان ستيرويدز كورتيزون مع имيونو سابريسف أدوية اللي هي بتقلل المناعة زي الأزاثيوبرين وزي الميثوتريكزيت وبالنسبة للكورتيزون برضه ممكن أبدأ بالبيوديسونيد اللي إحنا قلنا بيشتغل أكتر على الأمعاء وبالتالي ما يكونش ليه أعراض جانبية على باقي أجهزة الجسم لكن لو ما جابش نتيجة ندي كورتيزون عادي زي البريدنزلون وخلي بالك لو العيان عنده بعض المضاعفات عنده خراج في جسمه مثلا أو عنده عدوى فلازم ندي مضادات حيوية مع الكورتيزون حاجة زي السيبروفلوكسسين مع الميتروندازول لو العيان استجاب على هذه الخطوة يبقى تمام ما استجابش بناء لخطوة كمان ما احنا قلنا step up approach الخطوة اللي بعد كده هي البيولوجيك ايجنس حاجة زي الانفليكزيماب أو أدلموماب أو جوليموماب المجموعة دي يعني بالإضافة أن احنا ممكن نلجأ للجراحة أما العيان لو كانت حالته من الأساس moderate to severe حالته من الأساس شديدة إزاي حالته جديدة يعني عنده فقدان شهية قوي جدا ما أثر على الوزن بتاعه عنده ارتفاع في درجة الحرارة عنده غثيان شديد سنه كان صغير وقت التشخيص كل دي من العلامات اللي مش كويسة شوية العيان عنده brand disease عنده مشاكل حول فتحة الشرج اللي قلنا عليها عنده يعني عنده مشاكل في الجهاز الهضمي العلوي بسبب الكرونز عنده مشاكل في أجهزة أخرى غير الجهاز الهضمي بسبب الكرونز لو بالفعل العيان عنده complications أو مضاعفات عنده perfuration صغب مثلا عنده abscess عنده fistula فكل دي عوامل مش كويسة شوية فلازم نبدأ مع العيان ده top down approach فبنبدأ معه بحاجات قوية طبعا biologic agents حاجة زي infleximab مع steroids if needed مع كورتزون لو احتاجناه لكن لازم نبدأ بيه الbiologic agent ده أو استخدم الbiologic agent ده مع الازا ثايوبرين بيتكون مريحة وكويسة وبيتقبلها الكثير من الناس بالنسبة للإسهال ممكن تدي للعيان أدوية زي اللوبرامايد مثلا أو زي الكوليسترامين لو هو عنده مشكلة شوية في small intestine في الأماعي الدقيقة والعيان مش بيمتص الbiol acids فبتدي له كلسترامين في الحالة دي بيساعده كثير بالنسبة للمغس ممكن تدي له حاجة زي highosiamine أو زي diciclomine بالنسبة للفيستيولة أو القناة الغير طبيعية اللي تكلمنا عنها فدي غالبا لازم جراحة لازم تدخل جراحي لكن لحد ما يدخل الجراحة بتدي له مضادات حيوية زي السيبروفلوكساسين مع الميترونيدازول بيساعده كثير وبيقلله الالتهاب وبيقلله الروائح الكريهة والdischarge الإفوازات وهكذا أما nutritional therapy اللي هو العلاج الغذائي اللي قلت لك هكلمك عليه بعد شوية ايه هو يعني؟ علاج الغذائي بعض المرضى بيكون عندهم فوجدان للشاهية بشكل كبير جدا يأثر على وزنهم وعلى نموهم ويعمل عندهم أنيميا جديدة ويعمل عندهم مشاكل كتير جدا بسبب المال نوتريشن عشان كده فيه اختيارين بنعملهم يأما total parental nutrition إن احنا ندي لهم تغذية عن طريق الوريد يأما internal nutrition إن احنا نديهم تغذية عن طريق أنبوبة معيدية نركب لهم أنبوبة نيزو جاستريك تيوب أنبوبة نحط فيها الأكل لأنهم ما عندهمش شاهية للأكل وفيه طريقتين بنستخدمهم حاجة اسمها exclusive internal nutrition معناها إن المريض بنديله التغذية بتاعته كلها عن طريق الأنبوبة دي فقط ما بيكلش حاجة بالفم ودي بنمشي العيان عليها من 6 إلى 8 أسابيع وبعد كده بنرجع نخليه يأكل بالفم بشكل تدريجي وطبعا ده هنستخدمهم في الحالات الشديدة قوي وبيجيب نتائج كويسة جدا الثانية إن احنا بندي للعيان overnight نيزو جاستريك فيدنج يعني المريض بيأكل طول النهار براحته على قد ما يقدر ونديله بس التغذية دي بالليل overnight أما total parental nutrition إن احنا ندي للعيان الأغذية عن طريق محليل فدي باستخدمها لفترة قصيرة فقط قبل ما يدخل العمليات إمتى أستخدمها لفترة طويلة؟ لو العيان عامل عملية وشغيل أجزاء كبيرة جدا من الجهاز الهضمي بيقول عليها short powell syndrome يعني ما عندوش مكان في الجهاز الهضمي لامتصاص الطعام في الحالة دي بنمشي على total parental nutrition على long run بقى أو لفترات طويلة بالنسبة للجراحة الجراحة هنا في الكرونز مش حل علاجي مش علاج على عكس التهاب القولون التكروحي في التهاب القولون التكروحي ممكن يكون الجزء المصاب فقط تعمله جراحة وإزالة خلاص الموضوع تحل أما هنا في الكرونز فالجراحة مش علاج هي مجرد حاجة بتحل مشكلة موجودة ولازم العلاج الدوائي معها إمتى تحتاج الجراحة دي؟ طبعا لو العلاج الدوائي مش جايب نتيجة في بعض المشكلات هتتدخل جراحيا لو العيان عنده فيستيولة زي ما قلنا لو العيان عنده بعض المضاعفات زي intra abdominal abscess أو خراج داخل البطن لو العيان عنده دي في الأمعاء وعامل مشكلة أو عنده انسداد في الأمعاء لو العيان عنده toxic megacolon اللي هو القولون متضخم أو متسع بشكل كبير وملتهب هيحتاج جراحة لو العيان عنده intractable bleeding يعني عنده نصف مش قادرين يتحكم فيه هيحتاج جراحة لو العيان عنده perfuration أو ثقب في الأمعاء هيحتاج جراحة أو لو العيان عنده cancer مثلا في القولون هيحتاج جراحة وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو لايك وشير يعني شير الفيديو وشكرا لحضرتكم